ودي حاجة تحسب لهم يعني لكن النقطة المهمة اللي عايزين نتكلم فيها وهي حديث السوشيال ميديا من ساعة ما وصل منتخبنا الوطني لحد دلوقتي وهي وهو الاستقبال السيء اللي ما كانش على نفس المستوى اللي احنا استقبلنا به المنتخب السنغالي فبالتالي احنا مش عايزين نندرك للجزئية دي استقبال وحش بصراحة وحش بس احنا عندنا هدف واحد عندنا الهدف ان احنا نتأهل كسعالم فيفضل التركيز على الهدف ده ان احنا ازاي نحققه ما نتشتتش احنا ممكن مثلا واحد اي حد مننا لما يشوف منظر زي ده يتعصب ويدايق وبتاعه مش عافية بس خلينا خلينا ما نتفتش للامور دي خلينا نركز في ان احنا نساند منتخبنا خلينا نركز ان احنا ازاي نخلق العوامل او الظروف اللي حصلت فور رسول منتخبنا للسنغال لدوافع ايجابية لمنتخب مصر اللعيبة شافت بعنيها الاستقبال ده اللعيبة سمعت بغدانها بعض الشتاء حلو بس كل الكلام ده يتحط هنا كده يتحول لدافع في المطش ان احنا نرد في الملعب من خلال التسعين ديئة نرد من خلال ان احنا نسكتهم بتأهل لكياس العالم بإذن الله تعالى ونفرح احنا بإذن الله يا رب فدي جزئية مهمة او مش عايزين نندرج ليها ونتكلم عنها كتير خالص خلاص نقفلها بالتالي شكرا